ففي نوعين من التطبيقات اللي موجودة في جوالي التطبيقات تستغلني وتطبيقات أنا أستغلها ففي هذا الفيديو هشارككم أهم عشرة تطبيقات أستخدمها أثرت في حياتي بشكل كبير وساعدتني أنجز أكتر هاي صحيح فاركاد واتساب قايز هاوزي قوين؟ أنا عبد الرحمن حجازي وبديت من الصفر وحققت الدرجة 8 في اختبال IELTS وبتكلم هنا عن الإنجلش وال IELTS والنجاح المهني وهذا فيديو من سلسلة فيديوهات الإنتاجية فيلا نبدأ بالتطبيق الأول فالتطبيق الأول بالنسبة لي هو تطبيق تدوست اللي يغير شكله بحياتي بالكامل فمن بعين يتمكن تشوف تطبيق زي أي تطبيق تكتب فيه مهامك وتشوف المليون مهام اللي موجودة في حياتك وبعدين تخاف منها وتقول آه كان عني شغل كتير وتقفل تطبيق بس الشيء الرهيب فيه هو كمية التنظيم والترتيب اللي تيجي تسويها لقائمة المهام وهنا تيجي ما أقول ديفيد ألن الشهيرة واللي باختصار معناه أن المخك هو لتوليد الأفكار وليس حملها فتجأت عندي بالي فكرة أو أنا قلت أنا بكرة علي أشتري هذا المقاضي أشتري كده أشتري كده فدائما حتى في السناريوهات البسيطة أنا بحول قائمة المهام الأشياء اللي بشتريها الشيء اللي بغى أسويه بغى أتصل على أحد بنشيله على مخنا وهذا يخلينا نحس بالتوتر بنفيه شيء كتير إنو حياتي وأنا ما نقادر أخلص وهذا يخلينا نتهرب من الشغل ونتهرب من الأشياء المفروض نسويه لأنه حاسينز بتقل الموضوع مع أنه في الواقع أنت المفروض ما تحمل قائمة المهام في مخك المفروض ترميها في التطبيق وعشان كده بنيت عندي عادة أنه أول ما تيجي عندي أي فكرة أضغط على الزر وهذا الشيء اللي يميز التطبيق إن إضافة التاسكات والمهام فيه سريعة جدا أضيف التاسك أكتب في التاسك وأضغط أكتب على التاريخ فهو أوتوماتيك اللي يحط لي هو أنه هذا الشيء لليوم ويوريناه في قائمة مهام اليوم أو إذا حطيته بعد بكرة بعد بكرة بعد 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 وحاقدر أختار الوقت وكما لقدر أختار الأولوية في الأحمر معناها شيء لازم أخلصه الأصفر معناها حاجة إن شاء الله يعني حخلصها لما ألاقي الوقت الأزرق معناها إذا فضيت كده وعندي وقت كده عبي ممكن خلصه واللي بدون أولوية معناها هذه آخر حاجة رح خلصه في الأولويات والتطبيق هذا ما هو بس على الجوال فكل تاسكاتك موجود على الساعة موجود على اللابتوب موجود على الويب في أي متصفح فيرتب لها كل حاجة يجلب لك هي تقدر تشوفها من أي مكان بأي وقت وكمان إذا عندك لسة كبيرة مثلا أشياء شخصية مشاريع مثلا دراسية مشاريع مهنية تقدر ترتبها بالمشاريع وتشوفها من هناك فكمية التنظيم والترتيب فيه ما هي زي التاسكات البسيطة وتطبيقات تتكفية ثلاثة أربعة أشياء وخلاص نيجد نحن التطبيق الثاني تطبيق شورت كت حق أبل الأساسي وهو التطبيق للاختصارات انت تخترع وانت تصمم اختصارات لحياتك فمثلا ممكن أزبطها أنه لما أوصل البيت أبغى أنه المكيف يشتغل أبغى أنه يتدفع الخاصية عدم الإزعاج بحيث أنه لما أحد الوقت هذا أنا أبغى أفضل أنه مثلا أجلس في ساعة واحدة بدون أي مشاريع تتعادة أبغى أجلس البيت أبغى أرتاح شوية بعدين أبدأ أشتغل أسوي شيئا أبغاها فتقدر تصمم بكيفك تبقى تروح المسجد تبقى تخليه قفلة تنبيهات تقدر تسوي هذا الحركة لما تبدأ تسوقي شغلك برنامج صوتي تقدر تسوي هذا الحركة كمان فأنت ممكن هناك تتصفح اختصارات شائعة وتستخدمها أو أنك تبني اختصار خاص بيك والموضوع زي اللعبة فتقدر تبنيه حسب حياتك وحسب احتياجاتك أما بالنسبة لتطبيق الثالث هو تطبيق كيندل فكيندل هو تطبيق من أمaison وهو لجهاز كيندل فعندنا جهاز كيندل وهو القراءة الجهاز الرهيب جدا للقراءة لأنه يفصلك عن جوال ومشتتات الجوال ويخلى القراءة سهلة ومريحة لكن بنفس الوقت كل الكتب اللي موجودة على هذاك الجهاز تقدر تخليها موجودة على التطبيق اللي موجود على الجوال وموجود على اللبتوب وموجود في أجهزة كثيرة وكل شي قعد تقراه هناك تقدر ترجع له في الجوال لما مثلا ما يكون معاك الجهاز او انت الان نسيت تجيبه معاك او تبغى تشوفه من اللابتوب وطبعا هذي اكبر من المكتب اللي شوفه وراه هي كتب لا نهائية تكتب تحملها وتكتب تشوفها الى درجة ان فيه كتب ما يلاقيها ورقيا فاضطر انه استخدم كندل عشان اقراها رقميا فهذه كتب طبعا تكتب تشتريها لكن اذا كانت عندي كتب مثلا البي دي اف بالعربي انت ما تقدر مثلا تشتريها او حال وزي كده فتكتب تحولها من الايميل او من الجهاز او من الموقع الى الكندل فيجيل على جهازك ويجي كمان على تطبيق كنتل فهو التطبيق المفضل على الجوال لانه للقراءة لان اي شي بقر فيه مثلا وصلت صفحة من 17 قريت 20 صفحة فلما اقرأ من الجهاز او اقرأ من لابتوب مرة تانية ما يودينا مكان ان كنت موقف فيه يودينا مكان الاخير بناء على اخر جهاز قريت منه والشي الارهب منه ان ان تكتب تحدد الكلمات المهمة وتكتب ملاحظات وهذا التحديد وهذا الملاحظات تكتب تشوفها باي وقت باي مكان من اي جهاز ونيجي للتطبيق الرابع وصراحة هذا هو المفروض التطبيق الاول تطبيق اية لقراءة القرآن الكريم فالتطبيق سريع الى درجة ما تكتب تتصورها وتصميمه نفس تصميم مصحف المدينة المنورة فا ايو يعني انا طبعا دائما افضل ان اقرأ القرآن من نسخة الورقية لكن اذا انا مثلا في مكان صعب متن اقرأ فيه وما اقدر وانا حاب انه استغل الوقتي انه اقرأ القرآن فدائما استخدهم هذا التطبيق تكتحدد فيه العلامات تكتستخدم اكثر من جهاز واخر مكان حددت له ويقدر يجي مع بعض فانا بستخدم جوالين فيساعدني التفسير فيه متاح بشكل سهل جدا البحث فيه سهل للناس الحفاظ بيحفظوا عن كلمة وجدتهم متشابهات يقدروا ابحث عنها وتطلع لهم الكلمات وتشابه الموجود في السور المختلفة وكمان التحفيز فيه على ختمة القرآن الكريم في القراءة وحتى حفظه انك تكرر الآية ثلاثة اربع مرات انا اذكر لما انا كنت بحفظ القرآن في فترة من الفترات كنت بحفظ بالاستماع بان حفظ الآية بحيث ان تتكرر خمسة عشرين مرة فغصبا عني انا احفظها احفظها وهذا شي تكتسويه تكتحدد السرعة على القراءة فيه ميزات رهيبة ويستاهل التطبيق دعم لانهايي فانا اول ما لقيت انهم بقدموا اشتراك مجفوع على طول دخلته فانا انا انصح فيك تحرفين كل احد اشوفه اقول له انت ما عندك هذا تطبيق ليش ما تحمله فالحين يجي تطبيق الخامس تطبيق productive هو البناء العادات فمثلا اذا عندي روتين وانا كل يوم باخد سلطة مثلا بعد الظهر فحجيلي في قسم الافترنون وانا بغى ااخد سلطة وانا اقدر كل مرة تيجي عندي اقدر احدده انو انا خلاص خلصت سلطة حقت اليوم فهو يتابعني اوكي انت امس يا عبد الرحمن تسحبت عليها اليوم واليوم الثاني اللي تسحب على الموضوع فخلاص بطل السحبة هذي او انك ممتاز انت من خمسة ايام قاعد مستمر بشكل رهيب فعندك ستريك هداك ماشينة خمسة ايام بشكل متصل بتاخدها فهو يكمل على يوم السادس السابعة الثامن التاسع فهو رهيب لمتابعة الاعادات لبناء الاعادات والاستمرارية الاعادات طيب قبل ما نكمل على الفيديو اذا انت من الناس اللي تبغى تشتاز اختبار الايالس باسرع وقت فبقدم الدورة المكثفة للايالس لفكرتها ان تاخد خطوة بخطوة في اختبار الايالس لما تحقق هدفك في الدراسات العليا والنجاح المهني والدورة كلها بنيتة على ثلاثية الايالس اللي تعتمد على الممارسة التطويرية عشان المستواك يطور التكنيكات الفورية عشان تعرف الطرق المختصرة والاختبارات التجربية عشان تجهز ان تدخل الاختبار وتختمه والحمد لله الدورة خرجت الالاف من الناس اللي حقق وهدافهم مكمل ومجاحهم المهني فإذا انت مهتم لك تعرف التفاصيل تجاه تشوف الرابط تحت وتجاه تنظمني قائمة الديدار للدورة طيب فنحن خلينا نكمل على التطبيق السادس تطبيق Short Form Short Form هو يعتبر التطبيق الاشهر الان في تلخيص الكتب بشكل نصي بشكل صوتي فبدل ما تقرر الكتب تاخد 6 7 8 10 ساعات وبعضها ستكون بالانجلش وهو انجلش صعب ومعقد الان تقدشوفها بكملخص بالانجليز طبعا في مكان واحد وبنفس وكيد تسمعي اذا انت مستعجل فدائما نستخدم هذا التطبيق لي عشان اخد خلاصات الكتب ولما حس الخلاصة حقته مرة قوية الكتاب بشكله مرة قوي فوقتها نروح اقرأ الكتاب كامل فانا اقرأ بالعكس يعني مو اقرأ الكتاب بعدين الخص وانا اشوف الملخص عجبني اقرأ الكتاب كامل يستاهل من اقرأه وبعض حين اقرأ الكتاب مرة ومرتين اثنين مرات حسب الكتب التطبيق السابع وتطبيق اوديبل التابع لامازون هي تطبيق الكتب الصوتية فميزة انو في عندك كتب صوتية لا نهائية طبعا نازم تشتريها بس الميزة انك لما اشتريتها خلاص عندك موجودة مدى الحياة تقل ترجع لها تقل تسمع لها وتقل تدبل السرعة وتتحكم في السرعة فيعني مكان يعني انا بالنسبة لي هذي جامعة هذا ما هو تطبيق فكمية المعرف لخطي سمعت لمئات الساعات من خلال هذا التطبيق وانا قاعد اسوق وانا قاعد ارجع وانا قاعد اتمرن وكمية المعرف الهائلة التي تجدت تعلمها بدون ما تقرأ بدون ما تجلس في مكان واحد وانت تسويها وانت قاعد تسمع وتنتظر احد وفي مكان او قاعد تسوق او قاعد تطبخ او قاعد تشترم التطبيق التامي بالنسبة لي اللي صراحة احسن المفروض يكون الرائعي لرسمي الفيديو بس هما ما هم الرائعين تقسمين من هذا الفيديو تطبيق امازون وانا شخص حرفين اذا احتاج حتى لو اي حاجة كل حاجة في حياتي كل شي تشايف من امازون فقدما التسوق الانلاين حاجة قديمة ومعروفة قدما انا احسن انه مو كلنا بنستخدمها بكفاءتها الكاملة فانا بالنسبة لي التسوق التقليدي هو للترفيه وللمتعة مع الاهل والوقت مع الطلع مع الاهل اكتر من انه هي احتياج لانه التسوق الاحتياج بيكون دائما على امازون وعلى تطبيقات الانلاين وهذا اللي ميز امازون فيه كل حاجة وانا سعار افضل حاجة اصلا فليش اضيع وقت اروح في مكان اخذ نص ساعة ادور واشوف الشي واصلا عندهم فكرة اذا ما اضبط الموضوع روح رجع وعادي رجعو لك الموضوع ان انت سميزن وعلى فكرة اذا انت جديد في هذا القناة ممكن تشترك فيها لانه بنزل محتوى كثير زي هذا المحتوى يتكلم عن انتاجية عن اختبار الايلتس عن تعلم نغل انجليزية والطرق المختصرة ليها واذا انت اصل مشترك ممكن تديني لايك لانه هذا بيدعم المحتوى اكثر واكثر يجدي التطبيق التاسع الكالندر اللي هو الكالندر حق ابل نفسه او جوجل حسب المكان يتستخدم فيه فهو عبارة عن تقويم عادي بس المشكلة انه في البداية كنت راميك اذا بتفرج عليها ويتفرج عليها اي حاجة اضيف المواعيد خلاص انت مرتاح وانت متذكر ونت تكي تحط تنبيهات ومورك طيبة والاستخدام الثاني هو تخطيط يومي فهذا الشي يستخدموا لغير المواعيد فيكون عندي تقويمين تقويم ما سميها المواعيد الثابتة ولي هي مواعيد مرتبطة بوقت واذا ما حضرتها هيكون الموضوع سيء وبعدين عندي الروتين فعندي تقويم خاص بالروتين ممكن افتحه وقفله هدا وقت الصلاة هدا وقت التمرين هدا وقت الشغل هدا وقت التصوير فيكون عندي روتيني انا ماشي عليه يوميا واقدر اشوف روتيني كده في صفحة واحدة نجلس امايزنج واخيرا تطبيق العاشر تطبيق اذكار انا احس انه هذا اكثر تطبيق دقيق في وقات الصلاة عالميا لانه مروحت اكثر مكان في تطبيقات اشتغل فدن معينة في تطبيقات ما تزبط مرة مع مدن معينة فالتطبيق الوحيد اللي قيتي في القبلة في وقات الصلاة امايزنج هذا هو طبعا غير ميزة الاذكار الموجودة فيه وانا من الناس اللي حب ادعم هذه التطبيقات على طول بافضل اشتراك عنه فالاقي اشتراك برو ادخل فيه هجوم فيه ومرتين هذا ما هو اعلان لأي حاجة قد منه انا لما احب التطبيق انا احبه لدرجة ادماء لدرجة ابوه اقابل صاحب التطبيق لك شكرا انت سهلت على حياتي مرة كتير وفرتلي اشياء كتيرا فشكرا جدا عن مشاهدتك اذا عجبك هذا فيديو ممكن تستفيد من فيديو تكلمت فيه عن خمس اشياء بسيطة وتعطيني نتائج ضخمة في حياتي وتزيد من نتاجيتي فتكلمت عنها وناس كثيرين عجبوا الموضوع يب سبحانك الله بحمدك نشهد بالله انت سافرك وتوب اليك في امان الله مع السلامة